موسيقى بحضور السيد رئيس أركان الجيش وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع احتفلت كلية القيادة بتخرج دورة القيادة للضباط الأحداث الرقم 70 ألف دورة البناء والإعمار والتي استمرت لمدة أربعة أشهر شارك فيها 193 ضابطا من مختلف وحدات الجيش العراقي تلقوا خلالها العديد من الدروس العملية والنظرية على أسكرية منها وغير العسكرية احتفلت كليةنا هذا اليوم بتخرج نخبة جديدة من ضباط الجيش العراقي بعد أن اشتركوا بدورة القيادة للضباط الأحداث الرقم 70 ألف التي استمرت قرابة الأربعة أشهر وبمعدل 430 ساعة دراسية اتناولت الدورة العديد من المواضيع منها العسكرية وغير العسكرية منها واجبات الأركان ومحاضرات في الصنوف وعمليات مكافحة الأرهاب وكذلك محاضرات في القانون الدولي الإنساني المشتركون في الدورة ثمنوا الدورة الكبير للكادر التدريسي لكلية القيادة لما لهم من دور كبير في تطوير مهاراتهم العسكرية المختلفة من خلال الدروس التي تلقوها خلال فترة أربعة أشهر الماضية تلقينا كافة الدروس العسكرية والغير عسكرية وكذلك تم رفدنا بالتمارين العملية المتمثلة بمنظة الرمل والتمارين بدون قطعات إن شاء الله رح نكون عون للقادة والآمرين قدم بشكر والعرفان لأمالة الكلية متمثلة بسيد عميلة كلية المحترم وجميع ممتسبي هيئات تدريسية قرار ربيعي إعلام وزارة الدفاع اشتركوا في القناة